هذا وتستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببني غازي في متابعة جهود الإنقاذة الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا حيث يتم التواصل والتنصيق على مدار الساعة مع الجهة المعنية بدولة ليبيا للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصاب الإعصار وأشارت الوزارة أن التنصيق مستمر مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة والهلال الأحمر الليبي بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب الانهيار البنية التحتية وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف عن هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين وتم نقلهم جوا إلى أرض الوطن هذا وتنعي الوزارة ببالغ الحزن والأسى أبناء الوطن وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا